اشتركوا في القناة رح اكتبه على اللوح بتكون شوفوا كيف نكتبه تاعوا معي لاكتبه يوم درسنا عن التلوث كيف نحنا منشوف التلوث بحياتنا فينا نشوف تلوث الهواء فينا نشوف تلوث الارض وتلوث المياه تاعوا نشوف هودي الصور يلي جبتون انتو بتعرفوا اذا انا واصدقائي رحنا وعم ناكل بالطبيعة وتركنا كل الوسخ على الارض شو بعمل انا بشو بكون سببت بتلوث الارض هودي اللي شايفينهم على السكرين لمونون من الوسخ او من الاوسخ اللي نحنا منتركها اذا انا تركت هودي الاوسخ ما حل ما انا كنت عم باكل حد الشجر بالطبيعة هيدا كله شو بينتج عنه تلوث الارض بلوث الارض وبتصير الطبيعة تدمر اكتر واكتر وهون عم بتشوفوا السيارات شو عم بيطلعوا عم بيطلعوا الدخنة هيدا الدخنة بتطلع متل هون كمان عم تطلع هالدخنة من المعامل وهيدا الدخنة شو بتسبب تلوث الهواء في تلوث الارض في تلوث الهواء هيدا الدخنة كلها فيها مواد سامة تبقى بالجاو بنرجع نحنا بنتنفسها بتقدي لامراض هيدا التلوث في عندي كمان تلوث المياه طلعوا هودا الاوسيخ يلي تركناهون على الشاطئ او تركون العالم يلي كانوا هونيك شو بيعملوا بتجي المياه وبتخدون بصير البحر كله ملوث ونحنا اخدنا قبل عن الواتر سايكل انو نحنا بيرجع المياه من البحر بتطلع على الجو ترجع بتنزل كامطار واذا المياه يلي بالبحر كانت ملوثة ترجع الامطار اللي عم تنزل علينا وعم توصل على الارض وعم تنزل بالبلانتس كلها بتصير ملوثة وهيدا كله اللو بولوشن وكله بيأثر على صحتنا وبيأثر على الطبيعة اذا اصدقائي بديكن تحضروا حركم نيح اليوم بدنا نحكي عن البولوشن التلوث اللي نحنا بنشوفه بالهواء تلوث الهواء تلوث الارض وتلوث المياه وبيدي فكر انا وياكن بطريقة وبحال للتلوث اذا انا طلعت زبالي من عندنا بالبيت وحطيتهم برا واخدوهم وحطوهم بالطبيعة او كبوهم بمكابن نفايات وين عم بيروحوا هودا لزبالي عم بيأدوا لتلوث طيب شو الحال؟ بدي فكر انا وياكن بالحال اليوم وبيدي فرجيكم بعض الحلول يلي توصلنا له بجعلكم بعض الفرسين الزغير بجعلكم بعض الفرسين الزغير and paper to make new things like a table or a chair أصدقائي بتفكر أنا وياكم بشغل إذا نحنا كل يوم ببقلب المنزل طبعنا عم نطلع زبالي لنقول اليوم أنا وعيلتي طلعنا زبالي وكان وزنا 2 كيلو وجيراننا كمان طلعوا نفس الكمية ونحنا بالطابق في عنا 3 جيران يعني نحنا طلعنا 2 كيلو وجيراننا في بعض غيرهم 2 قده بيكون الطابق عنا طلع زبالي بتاعوا نحسبون 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2 بتاعنا هون 4 5 6 7 8 صار عند 8 كيلو 8 كيلو جرامز هاو دي بس من الطابق عنا بالبناية وإذا البناية تابعنا في خمسة وابي خمسة 5 شو بعمل؟ بضرب 8 ب5 لاشوف كل البنية قده عم طلع زبالي بعمل 8 كيلو جرامز تايمز 5 قده بيطلع عنده 8 تايمز 5 بدي أعملون 8 بلس 8 بلس 8 بلس 8 بلس 8 1 2 3 4 5 بيطلع عندي أنا قديش؟ 40 بيطلع عندي أربعين كيلوز بالي بس من عنا بالبناية تابعنا طيب وإذا الحاي عنا فيو كم بناية؟ إذا فيو خمس بنايات بس الحاي بس فيو خمسة يعني صغير قده بيطلع عننا من الحاي زبالي كليوم تعو نحسبها كمان 40 كيلو جرامز تايمز إلا إحنا إذا عندي أنا خمس بنايات 5 x 0 0 5 x 4 20 طلعوا أصدقائي طلع عندي 200 كيلو زبالي بنهار واحد من الحاي طبعنا عم تتخيلوا قديك كمية لزبالي؟ يلي عم تطلع كاليوم؟ مش بس من حينا في كتير أحياء وببلد لبنان في كتير مناطق كتير منطلع زبالي نحنا وإذا ما اهتمينا بهيدي الزبالي وين بدنا نحطها؟ فينا نحطها كلها بمكاب النفايات؟ فينا نحطها؟ ومن بعدها شو منعمل فيها؟ إذا تركناها هونيك وصارت تزيد وتزيد وين بتروح؟ في حل لازم كلنا نعملوا ونشجعوا لحتى ما تقدي هذه النفايات للتلوث وبالآخر تلوث الأرض والهوى والماء والحل هو بحك تبوه على البورد كلمة بدنا نتعلمها سوى اليوم ريسايكلينج ريسايكلينج يعني إعادة التدوير أنا بيخد زبالي بيخد النفايات بنظفها بقصمة وبرجع بصنع منا إشي جديدة وبهالطريقة بخفف من النفايات وبخفف من التلوث بتاعوا شوفو عندي عالسكرين لحفاجيكم بعض الصور كيف تصير إعادة التدوير هون عندي الأزبالي كلو مع بعض هيك منكبوهن سوا وببايشو يقصموهن بشيلو الكارتون لحالون طلعو هون شلنا الكانز لحالون وهو دي البلاستيك لحالون منقصموهن بيرجع من بعده بصير فيه تنظيف لقلون بيتنظفوه وبيرجع آخر مرحلة بيرجعوه بصير فيقلون تصنيع من أول وجديد هادي الريسايكلينج هلا أنا وياكن تعرف شو راح نعمون بدي أعمل أنا وياكن ريسايكلينج على طريقتنا الخاصة إذا أنا عندي خيط بدي كبوهن وإذا أنا عندي كمان مجازين أو ورق ورق مجالات بدي الما كبوهن وزيد النفايات شوفوا شو راح أعمل بدي جارب أنا وياكن نرجع نستخدمون مرة تانية ونعمل منهم أعقد ناكلس هيدا عندي الخيط الخيط بدل ما كبوهن راح أستخدمون لحتى أعمل عقد وعندي هون ورق هاودي الوراق بس نخلص نحنا منهم نقول نحنا استخدمنا هيدا الورقة وخلصنا منه بدل ما كبوهن راح أصمه وهلا أشوفوا كيف راح أستخدمنا لحتى أعمل عقد وهيدا العقد فيكم تعاملوه انتو كمان بالبيت بحاجة بصلى خيط ونبراء المجلة ونبراء المجلة لزقه بها الطريقة ونبراء المجلة ونبراء المجلة فيه أعمل واحدة تاني كمان بنفس الطريقة بحط على الطرف طبعه جلو وكمان ببلش أبرمه بأبرمه بهيدا الشكل وبتلزق بالآخر لأنه حطيت جلو شفتوا شو صار عندي وهلأ بديكمل الحطة فيه أعمل 5 أو 6 بصير عندي عقد بحطه برقبته والمميز بهيدا العقد انه شو بيعمل؟ بيخفف من النفايات وبيرمز للريسايكلينج اللي عم نتعلم عنه اليوم حطي عليها نحطها بالشكل التالي على الجهة يلي ما فيها تلزق نطوية ومنبلش نبرمه نطوية وهيدي صارت عندي تالت واحدة في يقربونها لبعد لبعد فإزان أصدقائي فيكن انتو تعملوها لحالكن بتجيبو خيط أو حبلة صغيرة إذا الماما ما بدا تستخدمها أو انتو ما ما رح تستخدموها بقى بدل ما تكبوها بتجيبوها وبتجامعوا الوراق يلي كان بدون ينكبوا بزبالة بتجيبوهم وبتعملوا متل ما هم نعمل هلا قصموهم بتحطوا على كل شقفة الزيق وبتبرموها بهيدا الشكل رح زيد أنا بعد واحدة بس فينا نضبطها ونقصها بهيدا الشكل بحطها من الجهة متل ما قلت لكم يلي ما فيها جلو بتويا وبلش أبرموها بحطة 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 وحطة فينا نربطها بحطة بحطة الشكل من فوق وهيك صار عندي أنا ناكلس وهيدا الناكلس ما شو عملته؟ من اشي أنا ما كنت بحاجة إليه وكنت رح كبه بسرجعت استخدمتها من أول وجديد وعملت منه شيء فيي استخدمه متل هيدا العائد المهضوم في أعطي منه لرفقاته فإذا أصدقائي هايك بتصير عملية إعادة التدوير بس بالأول شو بنعمل؟ بدنا نقصم الزبالة منقصم الوراق لحال منقصم الجلاس لحال الزجاج منقصم كل شي لحاله من بعدها هاو دي المواد بيتنظفوا بيرجعوا بيتكسروا وبيتزبطوا وبيصير إعادة تصنيع لقلهم من أول وجديد بيصنعوا منهم إشياء جديدة اليوم من بعد ما نتوقف لفاصل صغير بدي أنا وياكم نتعلم كيف فينا نحنا نفصل لزبالة أو نقصمها نحنا لزبالة بنحطهم كلهم بكيس واحد بس فينا نقصمهم نحط الوراء لحال الكلاس لحال المتلز لحال هلأ رح فرجيكم كيف وهيدي الطريقة بتساعدنا وبتساعد الماما والبابا تحتى نساهم بين ريسايكلين ونساعد الأشخاص اللي بيعملوا ريسايكلين وكمانا بنكون عم نخفف من التلوث بولوشن خليكن معي برجع لكم بعد البريك أصدقائي متل ما قلتلكون بدنا نتعلم هلأ كيف فينا نقصم نسبالة تنساعد بإعادة التدوير بالريسايكلين لشو أنا في قصم نسبالة؟ ما بحط كل شي مع بعضو لازم حط أول شي البلاستيك لحال كل شي مصنوع من البلاستيك لحال كل شي مصنوع من الجلاس من الزجاج لحال كل شي مصنوع من المتل لحال من المعادن وكل شي مصنوع من البيبر وراء كارتون منحطون لحال جبت أنا معي وكل وحدة هلأ رح أصمع وفيكن أنتو تعملوا بالمنزل تبعكن نفس الشي وشو منعمل هلأ؟ رحت أنا على كل وحدة إذا بيبر بلزق علي بيبر إذا معادن كل شي مصنوع من المعادن بحط المتلز الجلاس وفيه يحط هون آخر شي بلاستيك كل شي مصنوع من البلاستيك أنا معي هون أنينة الماي يلي نحنا بنشرب فيها إذا أنا شربت وخلصت من شو مصنوعه أنينة الماي؟ مصنوعه من بلاستيك وين بدي حطها؟ مع الوراء مع المتل مع الجلاس أو البلاستيك بحطها مع البلاستيك رح جيبها وحطها هون بس رح شيل الغطة طبعا وحطها جوباتا وإذا أنا بدي كب مثل الفيز الصغيرة كنت حطها فيها وردة وخلص ما بق بدي إياها أو إذا انكسرت وبدأ كبها وين بحطها؟ بحطها مع الجلاس بحطها هون وإذا عندي أنا مثل هايدي شربتها وخلصت منها إتس متل وين بحطها؟ بحطها مع المتلز وإخر شيء إذا عندي بيبرز مثل هاو دي اللي أنا استخدمتون قبل شوي هايدي الورقة شلتها أنا من مجلة إذا خلصت منها وبدأ كبها ما بحط كل شيء مع بعض بحطها مع البايبر فإذا قصمني هون لأربعة أقصام عندي البايبر عندي المتل الجلاس والبلاستيك وفيه هلأ لزق عليهم أنا وإنتوا نفس الشيء أصدقائي بالبيت فيكن تعملوهون وهيك بتساعدوا أهلكون وبتعلموا أخوتكن الصغار كمان كيف يستخدموهون وكيف نقصم نحن لزبالة حتى نساعد بإعادة تدويره تدويره هلزق البقيين فإذا أصدقائي شو يعني ماتل كل شيء مصنوع من المعايدين الجلاس هو كل شيء مصنوع من الزجاج وعندي بايبر طبعا بتعرفش يعني بايبر كل شيء مصنوع من الورق وآخر شيء بلاستيك كل شيء مصنوع من البلاستيك وبها الطريقة كون أنا عم ساهم بمحاربة التلوث وعم ساعد الأشخاص يلي بيعمل ريسايكلينج إنه يخففوا من التلوث في محلات خصوصة بياخدوا لزبالة وخصوصا إذا نحن قصمناها فينا نسأل بالحي عنا عن مكان بياخد هودة لزبالة بيكونوا مقصمين وهو بيرجع بيبعثون على مكان آخر بيعملون إعادة تدوير ريسايكلينج فإذا أصدقائي لازم كلنا نحارب التلوث وأفضل طريقة لنحارب التلوث متل ما شفنا بالصور لحتى ما يتلوث الهواء يلي منتنفسه والأرض يلي بتعطينا بلانتس وأكل وتما يتلوث تتلوث المياه يلي منشربها لازم نحن نعمل ريسايكلينج ونحارب بولوشن وكيما قصم فينا نقصم لزبالة فور منقولون آخر مرة مع بعض بيبر ماتل جلاس and بلاستيك بديكن كلكم تعملوا متل ما عملنا هلأ بالبيت عندكم حتى تساعدوا أهاليكم ولحتى نخفف من لزبالة أنا هلأ بدي ودعكم لأنه خلص وقتنا برجع بشوفكم بالحلقة المقبلة ما تنسوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com مدرستي 67 kids أشوفكم بالحلقة المقبلة باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة